الرز لا يدخل في دائرة التقرير ديه معنى ثاني أنت إذا أكلت الأكل أو إذا أكلت الطعام الجسم هل يعلم أو يعرف كيف يتعامل معه أم لا الجسم لا يعلم كيف يتعامل مع الطعام في حالة أنه يكون الطعام إما مكرر أو تم عليه تعديل أو دخل فيه مواد حافظة و مكررة هنا هذه هي المشاكل لذلك الرز يطلع برة ندخل بدل اليو والأرز الزيت المكرر الزيت المكررة والملح المكرر والسكر المكرر مع الدقيق المكرر أي دقيق يحتوي على جنين القمح أي أن كان هو مو الدقيق المكرر وغير المكرر كلها فيها كربوهيدرات لا الكربوهيدرات تختلف عملية الأيض للكربوهيدرات مختلفة يعني معنى ثاني إذا دخلت الأرز الأرز لا يكون الدهون الحشوية التي تعرف بالفيسرافات الدهون الموجودة على الأحشاء الداخلية لكن السكر هنا يبدأ بتكوين الدهون بشكل أسرع لكن الكربوهيدرات ليست موجودة في الأثنين في المكرر وغير المكرر لا هي كلها تصنف تحت الكربوهيدرات بالتالي هذه لها علاقة بأنسلين الدم بزيادة الوزن بغيرها من الأمور فلا نستطيع أن نفرق بينهم الآن لا هنا في فرق انسلين ارتفاع انسلين الدم هل يستطيع الجسم أن يتعامل معهم ولا لا إذا استطاع التعامل معه انتهى الموضوع يعني بعض الناس يأكل تمرة يرتفع عنده الانسلين بعض الناس يأكل تمرة وعلى فكرة هنا هذا موضوع التمر الذي ناس كثير جابوا لي قالوا لي ليش أنت تتكلم مثلا عن التمر لأن التمر لا يرفع سكر الدم صحيح لا يرفع السكر يعني فيه ناس جابوا لي إثباتات أنه هذه وشوف هذا عمل تجربة وهذا مع العمل تجربة وفيه تجارب مناقبة للأمر هنا والأمر ما يعتمد عليه؟ يعتمد على كيف يتعامل جسمك للمادة الخذائية معنى ثاني لو عملنا الآن تجربة جبنا عشرة أشخاص وأعطيناهم بالقرامات نفس القرامات نفس الكمية من التمر هل يرتفع سكر الدم كلهم عندهم بالتساوي؟ لا ما الفرق يكون؟ حسب مقاومة الانسولين داخل الجسم عنده ما يعمل؟ كيف يستغل الطعام كطاقة الجسم؟ فهذا اللي يفرق ترجمة نانسي قنقر